شكل ضحكة بنت كل برج ضحكة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي وبتعمل ايه في اللي بيسمعها والناس بتشوفها ازاي موضوع حلو قوي ومبهج قوي وانا حب التفاول طول عمري ولا طيء النكد ولا ليه تقول عليه فهاتوا الشاي او القهوة ويلا بينا اهلا بقلاز الناس في الدنيا سريعا كده اللي مش ركش اشترك عشان يتابع معنا وجيد عرفنا بنفسه نرحب بيه ونقوم بعمل واجب بقى نقوم معابل واجب انسى الحمل الناري بنوتة الحمل الدحكة بتاعتها عالية من الدحكات اللي بتصنف غالبا عالية وقوية وممكن تبقى جرحة يعني انسى ورج الحمل او بنوتة الحمل الدحكة بتاعتها قوية مؤسرة يعني مؤسرة اوي كمان الطور بقى الدحكة بتاعتها غالبا بتبقى بخجل وبسيطة دحكة تقدر تقول عليها كده سيمبل ثالثة او الدحكة بتاعت اونسة برج الترو فيها لمسة رقة لمسة رقة كده طبعا البساطة والهدوء بتاعها بيخلي فيها لمسة رقة الجوزاء عارفين الدحكة الرنانة فيه دحكة كده اسمها الدحكة الرنانة اهي بالظبط دحكة دلوعة بنات الابراج اونسة برج الجوزاء او بنت الجوزاء غالب بس خل بالك لما تضحك بنفس الدحكة اللي هي مجاملة او التصنع او الدحكة اللي مش اهو يعني موقف بقى احنا بنقصد بقى لما بتفتح معاها على البحر وبتتحك وقيز ده بقى على كل بنات الابراج واخبطوا اللايك وكل انسة تتوقع دحكتها واحنا بنتكلم كده وتقول لنا في التعليقات تشاركنا الكلام ده صح ولا لا السرطان بقى بنت السرطان او السندريلا انسة بورج السرطان موسيقى دي الدحكة بتاعتها عارفين اللي مسك كده قالت كمان جاء وبيعزف على بيانه هي بالزبط كده انسة بورج السرطان كلها رئة وموسيقى دحكة كلها رئة وموسيقى ومن اكتر الاشياء الملفتة جدا والساحرة جدا وقناها كتير في بنت السرطان هي الدحكة بتاعتها وصعبة حرفيا مقاومتها بقى انسة الاسد زعيمة العصابة الدحكة بتاعتها مملوقة بالاصارة مسيرة جدا جدا وعالية وطويلة عارفين نوعيات الدحك او الدحكات اللي هي الطويلة انسة الاسد كده لما تتحك بقى وتاخد راحتها قوي في الدحكة وموسيرة جدا لذلك نداء عاجل لكل بنات الاسد وستات الاسد هدوا اللعب شوي خفوا علينا شوي رجاء يعني رجاء تخلي بالكم من نقطة دي العزراء بقى تتسم الدحكة بتاعت قنبلة الزكاء ومعيون جنان انسة العزراء بالرقة برضو الشديدة ولكن فيها خجل وهدوء خجل مصحوب بهدوء ورقة هي دحكة العزراء عمتا كده يعني تختلف بشكل كبير عن البرنسس انسة الاسد في الدحكة بتاعت دي حمادة ودي حمادة تاني خالص يعني اما بقى انسة الميزان عارفين الدحكة اللي هي بدلع لذلك اسمها العسل دي الدحكة تحس ان هي بتتدلع وهي بتتحك عمرك انت شفت بنت تحس ان هي بتتدلع في الدحكة بتاعتها طبعا لما تكون واخدر احتها في الدحكة تمام دي بقى دحكتها بدلع ودي بقى حاجة يعني سواد ناقة دي سواد ناقة لو انت من الناس ما بتعرفش تعمل كنترول على نفسك مع بلنوتة الميزان بيبقى الموضوع بيبقى الموضوع صعب قوي معاك يعني ممكن تجننك ما بالك بقى بتتكلم معاك في الموبايل وكده وهي فرفوشة ولذيذة اصلا وكل دقيقتين كده تيجي مدياك دحكة من الدحكات بتاعتها طبعا انت اللي يكون في عونك العقرب الدحكة بتاعتها وطية شوية انما كلها اغراء دحكة انسى العقرب كلها اغراء وهي اصلا من زعماء الاغراء البنوتة دي البنوتة او ستة العقرب بشكلها ما بتبقاش عالي اوي ما بتبقاش طويلة اوي ولكن سبحان الله بتبقى مغري ازاي بقى ما تعرفش واخد بالك انت ندخل بقى على الشربات القوسية دي الدحكة بتاعتها وانها تجيب البوليس اعلى دحكة في البنات كلها وبلزازة برضو يعني مش مزعجة هي من الاز بنات الابراج طبعا وفي الدحكة في الطبع بتاعها في الشخصية بتاعتها وكمان في صوت الدحكة بتاعتها بس تلمى عليك الجران هي دي الازمة الحقيقية وبتبقى طويلة وعالية برضو هي ستة نارية او بنت نارية في الاول وفي الاخر الجادي بقى انسى بورج الجادي او بنوتة الجادي دي من اكتر البنات اللي دحكتها نادرة يعني نادرة هي ممكن تبتسم او تضحك يعني في صمت انما عشان انت تقابل للدحكة اللي هي واخد برحة اوي مع انسى الجادي دا تقابله مرتين تلاتة في حياتك لو الانجاز التعبير يعني ولكن هي عمتا الدحكة بتاعتها ما تبقاش عليها اوي فيها نوع من انواع التحفز دايما انسى الجادي تحب توزنها كده وبتبقى متوسطة يعني بنده وبنده لا هي عالية اوي ولا هي وطية اوي بيسودها نوع من انواع التحفز اللي انت بتحسه عارفين الانسى اللي بتحاول تكتم دحكتها كده بما تضحك يعني مش عايزة الصوت يعلي اوي ومش عايزة ان الموضوع يعني يفرط منها اوي هي تلاقي الجادي كده وصيارة مش طويلة عكس القوس القوسية اللي سبقتها هم حتى بنات الجادي تلاقي عندهم تحفز كتير اوي او كبير اوي على حتة الدحكة دي ما حبوش اتحكوا كتير ولا يأفوروا ولا يبلغوا في الدحكة من وجهة نظره الدلوية بقى تحكتها نعمة دحكت انسى الدلوي نعمة قولا واحدا وهدية مش عالية وممكن ما تبقاش طويلة اوي هي ممكن تميل للطول بس ما تبقاش طويلة اوي زي الاسد مثلا والحمل والقوس على السبيل المثال انما هادية ونعمة ده اهم ما يسيطر عليها البنبناية بقى الحوتية بقى دي دحكتها شفتوا العقرب كده كلها اغراء وانوسة ايه بتتحك يعني الدحكة بتاعتها تدل ان البنت دي لو انت ما شفتهاش الانوسة بتتدلدأ من كل حتة منها يعني لما تسمع دحكة الحوتية كده من قبل ما تشوفها لا البنت دي ستة اوي وبنت اوي وامر اوي وانسة اوي ولازم تلفت الانتباه اوي الدحكة بتاعتها وبرضو مغرية خلي بالكم من الحتة دي من اشد بنات الاب راجل اللي الدحكة بتاعتها تودي في داعية برضو نخلي بالنا يعني اكتبوا لي بقى اراكم في الحلقة انا عايزكم تعملوا شير لكل صحابكم البنات الحلقة دي للجميع ونتشارك كده ونتواصل ونتفائل ونكحة النكد ده لو حد عنده اي نكد زي مولت كده نحب التفاول موقعنا رابطنا لايفاتنا اللي بيسعى الاستشارات الخاصة معايا انا شخصيا كل ده في رقم للحجز في وصف الفيديو او في التعليقات والى اللقاء